الحدث صنعه المنتخب الجزائري في وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الوسائل الإعلام العربية من خلال الوجوه الجديدة التي طعم بها جمال بالماضي التشكيل الجزائرية بحثا عن هذا النفس الجديد لتشكيله بعض يقول بأنه شوية جاء متأخر لازم ولكنه جاء متأخر كان يمكن أن يكون مباشرة قبل سنة من اليوم بعد الخروج من مونديال قطر بعض الآخر يقول لا هذا هو وقته كان لازم لجمال بالماضي أنه يستمر في المنافسة المباراة الودية والجولتين الأولى والثانية من تصفية كأسهم من أفريقيا بنفس التركيبة مع التطعيم التدريجي للمنتخب بلعبين بعض الآخر يقول مثلا يقول بأنه كان من الأشدر مثلا الاستفادة من شايبي وأناني وحجام وغيره من لعبين الذين استدع يولي المنتخب الأول في مبارتين سهلتين كان ممكن الاستفادة منهم على مستوى منتخب أقل من 23 سنة الذي كان على مواعد مع مباراة مؤاهلة إلى نهائية كأسهم من أفريقيا 2000 أقل من 23 سنة المؤاهلة إلى أولمبياد باريس كان يمكن أن نحضر في أولمبياد باريس من خلال هؤلاء اللعبين المتميزين لذلك جيتكم من الأخير باش رجعت للأول لذلك البعض يقول بأنه في نهاية المطاف الرصيد لحد الآن رئيس الجديد للاتحاد الجزائري هو سلبي إذا حسبنا خسرته في نهاية كأس أفريقيا اللعبين المحليين إذا حسبنا كذلك إقصاء من التأهل إلى نهائية كأسهم من أفريقيا أقل من 20 سنة إذا حسبنا أيضا إقصاء من التأهل إلى نهائية كأسهم من أفريقيا وبالتالي أولمبياد باريس بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة طبعا أيضا نعود نقول سابق لأوان الحكم على رئيس في فترة 8 أشهر مثل ما هو سابق لأوان الحكم على هذه الخيارات الجديدة لجمال بن ماضي سواء الحكم عليها من ناحية الفردية أو الحكم عليها كمنتخب ولو أنه على مستوى المنتخب تجديد النفس ضروري سواء كان منتخب جزائري أو غيره من المنتخبات